كل مصر وسائل الإعلام المصرية والعالمية سمعت وشافت الرئيس السيسي وهو بيتكلم مبارح عن تفاصيل وأسرار الأزمة الاقتصادية وأزمة الدولار والتحديات اللي بتواجه البلد وكلامه عن أولويات الحكومة المصرية لحماية الأمن والسلام الاجتماعي غير كلام تاني مهم جدا بس الحقيقة مش بس المصريين العاديين وحدهم اللي تابعوا كلام الرئيس لأنه كان في ناس تانية سمعت كلام الرئيس خاصة عن الدولار والجنيه وتقريبا جات لهم جلطة وسكتة قلبية مين الناس دول وليه الرئيس أضع على أحلامهم مرة واحدة هنعرف كل التفاصيل ولكن تابعوا الفيديو الآخر بعد الفاصل رئيس الجمهورية مبارح جاب سيرة الدولار والجنيه المصري وأزمة فرق السعر واللي بيرهق الحكومة جدا في مشتريات السلع وكمان الخدمات اللي بتستورد من برة وفي وسط الكلام قال الرئيس فيما معناه أن ما فيش تحرير للسعر صرف الجنيه في الوقت الحالي أو تعويم علشان تبعاته هتبقى خطيرة جدا على الدولة واللي فصاروا أهل الاقتصاد بأنه رفض ضمن لشروط صندوق النقد الدولي واللي كان مشترط خضوع الجنيه للسعر المرن وتركه المصيره بين العملات طبعا كلام الرئيس كان صدمة لتجار العملة وحيتين السوق السوداء للدولار في مصر واللي بنوا أحلامهم على التعويم وارتفاع سعر الدولار في الأيام اللي جاية لكن تصريحات فخامة الرئيس ضيعت كل أحلامهم مرة واحدة لأن الجنيه هيفضل مستقر قدام الدولار فترة كبيرة جدا وفي نفس الوقت الإرادات الدولارية في البلد بتزيد بشكل كبير سواء من القطاعات الطبيعية زي التصدير وقناة السويس والتحويلات والسياحة واللي سصمار المباشر أو من خلال ودايع البنكية واللي زادت مليار وسبعمائة مليون دولار من كم شهر أو ارتفاع إرادات الدولار من برنامج الطروحات الحكومية والأخبار الحلوة بتقول أن كل موارد الدولار هتزيد بشكل كبير وده واضح من كل البيانات الرسمية في مختلف القطاعات كل البيانات دي بجانب قرار الرئيس السيسي والحكومة بعدم التعويم تاني وارتفاع حصيلة الدولار المتوقعة سبب صدمة عند تجار الدولار ولو تبعنا أخبار السوق السوداء دلوقتي فهي عاملة زي راجل كبير في السن وكفيف وماشى بيتخبط في الشارع وفيه زي صدمة جديدة عند كل تاجر خزن الدولار لأنه خسرته بالملايين الأرقام اللي جاية بتقول أن فيه انهيار في سعر الدولار بالسوق السوداء واللي نزل لأقل من 35 جنيه ووصل تقريبا ل33.5 ولسه هينزل تاني بعد كلام الرئيس وتجار العملة دلوقتي مش عارفين يعملوا إيه وما فيش حل قدامهم غير أنهم يتخلصوا من المبالغ اللي معاهم قبل خسرتهم ما تزيد ولازم يدخلوها السوق الرسمي تاني وغير كده خد عندك الدولة شدة حيلها أو اليومين دول على تجار العملة وكل يوم بنسمع عن ناس ويعد في قدين الأجهزة يعني سوق السوداء بتتخنق كل يوم أكتر من التاني بجانب القرارات الصادمة للرئيس فيه سبب تاني مهم جدا لانهيار سوق السوداء للدولار وهو توفر الدولار مع الشركات والجهات اللي محتجاه وبالتالي مش مضطرين يروح يشتر الدولار من السوق السوداء وده اللي قاله تقرير دوله مهم جدا صادر عن بنك عالمي واللي أكد أن مصر ما عندهاش أزمة في ناصد دولار وإنه متوفر لكن بعيدا عن البنوك الرسمية وده بيخلق زي حال التشبع من العملة الأمريكية بعيدا عن السوق السوداء واللي هتنهر أكتر في الأيام اللي جاية كنت معاكم أنا عبد المنعم إبراهيم وإلى اللقاء